تخيل أنه كلمة السر اللي تعبت تفكر فيها تم اختراقها بدون حتى ما أحد يعرف إيميله كل اللي يحتاج الهكر هو هذا السطر المشفر فقط وبالأحضار يقدروا سالة اليوم رح وريك كيف الهكر يكسرون كلمات السر بدون ما يحتاجون يعرفون أي شيء عنه وكيف أدواتهم تشتغل بخطوات بسيطة بالله أبدع بس خلينا أقول لك أنه هذا الفيديو لأغراض تعليمية وعمنية فقط وهي استخدامه خالف للقوانين هو مسؤولية المشاهد بالكامل تأكد من معرفة القوانين في بلدك قبل تبقيق أي مما ورد في هذا الفيديو كثير من الناس يظنون أنه كلمات السر كافية لحنايتهم لكن في العالم الحقيقي الهكر ما يحتاج يعرف حسابك أو جهازك كل اللي يحتاجه هو شيء واحد ملفهاش مشفر في هذا الفيديو رح نغوص ما بعض داخل كواليس الهجوم ونفهم كيف تنكسر كلمات المرور فعليا باستخدام أدوات حقيقية وملفات مسربة من سنوات ما زالت تستخدم لليوم هذا ورح نعرف ليش كلمات تصير زي لول واحد ثلاثة أو باسورد واحد تعتبر كأنك ما حطيت شيء أصلا ونشوف خطوة بخطوة كيف تتم العملية الآن هذا أنت كيف يتم اختراكك أو كيف يتم اختراك كلمة السر خلينا نقول أنه أنت سجلت في موقع الموقع هذا طبيعي صبحات لوجين طبيعية حطت فيها اليوزرنام والباسورد أو حتى الايميل والباسورد فيه نوع عام من المواقع ممكن يكون الموقع اللي أنت سجلت فيه هو أصلا موقع رميوك من قبل هاكا بالتالي هذا الموقع غير قانوني وإذا لو كان عندك عادة سيئة أن تكتب نفس الباسورد في كل موقع بالتالي هذا الهاكر أخذ ايميلك وأخذ الباسورد حقك كل مهمة أنه جربها في موقع ثاني وتطلع أنت مسجل فيه وكذا هو اخترقك بكل بساطة فلو افترضنا أنه مثلا هذا الجزر نائب تبعك وهذا الباسورد أنا ما إن أخذهم وأجربهم في موقع ثاني راح أتقل على حسابك بكل سهولة وفي عندنا أمثلة كثيرة في الانترنت فيه مليون حرفيا فايل أو ملف مسرب في الانترنت أنت ممكن تطالع فيه وتقرأ فيه ورح تلقى فيه أغلب كلمات السر اللي مساردة وحنشوف كمان يعني في آخر هذا مع الشرح حنشوف ملف جيد جدا وكبير وفيه كمية كلمات السر فوق الـ 25 ألف كلمات السر فممكن تستفيد منه لو كملنا هذا الهاكر زي ما قلنا هيروح إلى أي موقع ثاني وضع سكيل كل اللي عليه يدخل يوزر نام والباسورد اللي أنت أصلا يدخلتها من قبل وكلا دخل على حسابك بكل سهولة لكن غيرا نقول إنه نرجع لك مرة هانية ولكن صبا قبل أن نرجع لك فيه طنيقة ثانية أن يأخذ كلمات السر تبع المستخدم وهي عبر التسريبات شركة ياغوت تعرضت لاختراق ضخم جدا بين عام 2018 و2014 لكن المفاجئة كان إنه تم الإعلان عن الأرقام الحقيقية بعد سنوات في البداية قالوا مليون بدأين قالوا مليار وفي النهاية تضح إنها ثلاثة مليار حساب سرقوا هذا أكبر اختراق إلكتروني في التاريخ وكل شي كان ضمن البيانات اسمك إيميل لك تاريخ ميلادك وحتى كلمات السر صح إنها كانت مشفرة لكن طرق التشفير للأسف كان ضعيفة أيضا شركة بحجم أدوبي اللي تصنع في التشوب والبرامج الإبداعية اللي نستخدمها كل يوم ما كانت محصنة من هجمات في عام 2013 تعرضت لاختراق كبير عدد لتسريب معلومات أكثر من 150 مليون مستخدمة وكان من ضمن البيانات برض الإيميلات وأسماء الحسابات وحتى كلمات السر المشكلة إنه كلمات السر كانت مشفرة ولكن بطريقة بداية وبعيفة وبعضها حتى يعني سهل مرة زي 1-2-3-4-5-6 ولا حتى كلمة باسورد ممكن تقول هذي كلها قديمة لكن عندنا كمان اختراق لدي تصار واللي هو في دومينوز إنديا اللي هو مضعم البتزا الشهير وممكن تقول إنه هذا الشي يعني عادي لأنه هو عبارة عن مضعم بطلبات لكن من رأيي هو الأسوأ ليه؟ لأنه اللي تسرب كانت أسماء العملاء وأرقامهم وحتى عناوين بيوتهم وزي هذة المعلومات يعني خطيرة تخيل إنه واحد يعرف اسمك ويعرف كما رقمك ويعرف موقع بيتك وهذه المعلومات أغلب الظن ما هي عند حد إلا الحكومة اللي في البلد اللي أنت فيه ولكن الآن العالم كله يمدي شوفها فهذا يعني شي خطير مرة لكن خيلة نقول إنه نرجع لك مرة نهانية وإنه أنت سجرتك موقع ثاني موقع خيلة نقول إنه قانوني نوع عن ما تويتر فيسبوك أو حتى أي موقع ثاني هنا أغلب الظن الهاكل في النص ما رح يكون موجود لذلك ما رح يأخذ البصورة تبع ولو قلنا إنه قدر يخش على قاعدة الباية تبع الموقع هذا خاين نقول إنه اسم هذا الموقع بيتين 110 لو قدر هذا الهاكل يخش على بيتين 110 أغلب كلمات السر زي ما هي هنا حتكون مشفرة عبر هاش وهذا الهاش عبارة عن ألغوريثم معينة هذه الألغوريثم حتخزن كيمة السر زي كده كأرقام ولكن هذه الأرقام مستحيل ترجع منها لكلمة السر زي ما هي شايفين هنا إنت لو مثلا عندك الكلمة هذه الليلول ممكن تأخذ بها الهاش وتطلع لها هذا الهاش ولكن لو إنت عندك الهاش مستحيل تطلع منه كلمة اللولول مرة ثانية فلذلك القوائل الباية الكبيرة للشركة المحترمة تخزنها كهاش فهذا الهاش مستحيل إنك تقتربه أو مستحيل إنك ترجع ولكن في طريقة واحدة أكتشكها الهكر بدل ما أنا أخذ الهاش هذا وأرجع لكلمة السر أنا ممكن يكون عندي ملف كبير زي روكيوب وحجبها كدام هذا وأخذ كل كلمات السر اللي فيه وأشفرها ولما أشفرها أو يعني موش أكثرها أطلع لها الهاش هلطلع لي زي هالي الأرجام فأنا أخذ الهاش حقك اللي أخذت من قاعة البيانات مثلا نقولي إنه هذا الهاش تابعك أو خلينا أخذ حقك مثلا هذا الهاش أخذ الهاش حقك وكل مهمتي بس إني أبحث في الملف تابعي اللي ولد فيه هاشا والهاش اللي أنا مولده اللي كلمة اللول هيطابق الهاش اللي الموقع مولده اللي كلمة بلول وبالتالي بحكم إنه أنا عندي كلمة السر والهاشات هعرف إنه هذا الهاش هو تبعك بالتالي هذي كانت السر تبعتك وكله أقدر أختارك حسابك بكل سهولة إذا افترضنا إنه عندنا هذا الهاش وإحنا الآن ما نعرف أي بس ولد يدل عليه هذا الهاش فلما نجيو نستخدم أداة name the هاش أو nth هذه هي أداة name the هاش أنت ممكن بس تكتب في قوبي اسمها وتقوش على كالي وتشوفون يعني إيش فائدة منها هي عدارة عن أداة هتعطيك نوع الهاش فانكشن إنه زي ما بلني عن الهاش ماذا ننزيه هذا الهاش أنت ما تعرف هو تبع وشه أو يعني إشها خوارزمية اللي مستغلية بينه فهذه الأداة تساعدك إنك تعرفه وخينا نقول له ما لقيته عندك في كالي أو ما لقيته عندك في أي نظام نيكس أنت ممكن تنزلوا بالطريقة اللي سودو أبت معاني النستون وتكتب اسم الأداوية رح تنزل عندك وخاص تسوي لها رند ممكن تسوي لها رند زي كده اللي هو ال name the هاش أو that هاش يعني هي ذات من أول أو مثلا ممكن تكتب nth تشوف يعني كيف تستخدم أكثر من خينا نقول خلق وكيف تستخدمها يعني بطريقة صحيحة ولكن نزلوها عشي تستخدمه رح تروح على 10 minutes وتكتب هذا الأمر بكل بساطة والأداء تبدأ تخمن بعد ما تنتهي زي ما إحنا شايفين هنا مكتوب أغلب الظن إنه نوع الهاش هو شاب 500 غفماش الآن نجري أدنات هاشكات هذي أعداد هاشكات هاشكات هي عبارة عن أداء تستخدم لاختراك كلمات السر لكن مو بشكل عشوائي يعني لا عن طريق تجربة عدد كبير من الاحتمالات بسرعة كبيرة هي تستخدم يعني غالب الظن لاختبار اخترانق اللوة بمتريجين تلستينغ والهدف منها تحقق من قوة كلمة المرور ولكن الحب فيها يعني تدعم أنواع كثيرة من التشفير زي ما الآن بنشوف عندها أنواع جدة جدة كالياه زي MD5 شا واحد وشا 156 وحفة تشفيراتها المعقدة زي بي سي كرايبت وغيرها والنتي إليم اللوة تبع ويندوز الميزة فيها يعني اللي ميزها جدا أنه هي تستخدم أو أنها تستفيد من الجي بيو عشان تسرع العملية بحكم أن الجي بيو أسرع من السي بيو بالتالي هنا كسر كلمة السر تكون يعني أسرع ولكن بس أن لا تحتاج ملف يكون فيه كلمة السر شانية تحولوا لهاشات في الأمر الجاي رح نكتب رمز الهاش وهذا الرمز تأخذ من هنا لو رجع لموقع هاشكات ودخلنا هنا على ويكي بعدين ضغطنا ونزلنا تحت يعني ودخلت على أكزامبو الهاشز بتشوفوا كمية الهاشز اللي أنا بتقول لكم أنه موجودة زي ما أنتو شايفين فيه كمية كبيرة جدا فإنت هنا ممكن تبحث إحنا زي ما شفت أنا عارف وإنا ولكن ممكن تتبحث زي ما شفنا الشاهم سمير الاثنائج والي هو الرن الحق وعش في سبعمية وراح نستخدم الآن بعد ما تكتب هذا الأمر في الترميل تبدأ الأداة تخمن وزي ما أنتو شايفين هنا إحنا قاعدين من يستخدم ملف rocku.txt وهو قائمة كلمات موشهيرة تستخدم بشكل واسع في اختبارات الاخترار وتحديات الـ CTF تم تسريب هذا الملف في عام 2009 بعد اختراق شركة rocku لأنه كانت كلمات السر مخزنة بدلتش فيها وأخذوها الناس ونشروها في العلن وتخلي الأداة تسوي شغلها إلى أن تكسر كلامة السر طبعا الوقت يعتمد على قوة كلامة السر وزي ما أنتو شايفين هنا كسرتها وعطتنا كلامة السر من الحاش طيب كيف ممكن تأمن نفسك طبعا عندنا هنا أكثر من الخيار من الخيارات اللي أنا أفضلها وأشوفها حاجين يعني أنت ممكن تنشئ حساب إيميل ومثلا من جيميل وتستخدمه في المواقع اللي تشوف إنك ما تستخدمها بشكل أساسي ولكن نفس الإيميل من جوجل تحط له كلمة سرقوية وتختار كلمتين مروض الأولى تحطها لما الموقع تشك فيه والثاني تحطها لما الموقع ما تشك فيه أو العكس عالي يعني كده يصير لو حتى أصلا حطيت كلمة السر والإيميل في موقع مشبوه والهاكرز يعرفوها عادي لأنهم بحيدخلون فقط على المواقع اللي ما تهمك لأنه انت حط فيها الباسوارد أو حط فيها كمك السر اللي ما تهمك وأصلا الإيميل الرئيسي مؤمن بكلمة مروض ثالثة طبعا هذه مون لازم تتبكرها ممكن بس تخزينها وانتهينا يعني أو حتى تنساها وتسوي ريسيت باسوارد كل مرة إذا حطيت تأمين ثاني زي رقم الجوال وزي كده إذا أصلا اتطلب الأمر لأن أصلا هذا الإيميل قلنا إنه بس لي أرغب تسجيل الدخول لبعض المواقع المشبوهة بالتالي موجه مهم بالنسبة لها تبغونا نكمل في مثلا نسوي سلسلة بايتون في الاختراع ولا نكمل على سلسلة لغة باش ونتعلم كيف نطورها أحسن ولا نكمل زي ما نحن الآن نسوي فيديوهات مختلفة مع قصص مختلفة يعني ولا نبدأ في دورة اختبار اختراع على جزء الثاني علموني في التعليقات واختاروا واحد من الأخيات ترجمة نانسي قنقر